مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أعزائي طلاب الأندلس الصف الثاني عشر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتابع الآن الدروس المصورة نأخذ اليوم إن شاء الله تعالى فرع القرآن الكريم الحفظ سورة المجادلة من الآية رقم واحد إلى الآية رقم ستة فكل طالب بإذن الله تعالى يستمع لتلاوت الآيات بخشوع ثم يتعرف على معاني المفردات ليفهم الآيات فيسهل عليه حفظها ثم يحاول أن يتلو الآيات مرات عدة حتى يتقن تلاوتها تلاوتا سليمة ثم يبدأ بحفظها بإذن الله تعالى ويحاول في هذه الجلسة أن يحفظ الآلاء الأولى والثانية ثم يتابع بعد ذلك لنفسه بإذن الله التهيئة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رواه الإمام مسلم من خلال فهم الحديث الشريف عزيزي الطالب استنتج أثرا من آثار قراءة القرآن الكريم يلا تفكر نعم أن القرآن يشفع لقارئه وحافظه يوم القيامة ومر معنا عدد من الأحاديث من قبل تحثنا على حفظ القرآن الكريم وعلى تلاوته بين يدي السورة الكريمة سورة المجادلة سورة مدنية عدد آياتها 22 آية محورها الرئيس بيان سعة علم الله تعالى وقد تناولت الآيات أحكام الظهار والأمر بالتناجي بالخير والنهي عن التناجي بالشر كم عدد آيات سورة المجادلة أيها عزيز الطالب نعم 22 آية طبعا مطلوبة للحفظ ما في مجال سأتيك سؤال أكمل كتابة الآيات ممكن أأتي من بداية السورة ممكن أأتي من الوسط ممكن أأتي من نهاية ولذلك لابد من حفظها كلها ما محورها الرئيس نعم سعة بيان سعة علم الله تعالى ما الأحكام التي تناولتها هذه السورة تناولت تناولت أحكام الظهار والأمر بالتناجي بالخير والنهي عن التناجي بالشر نستمع إلى الآيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله والله يسمع تحارك ما إن الله سمع بصير الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَهُنَّ أُمَّاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنْ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيُوا الرَّقَبَةٍ فَتَحْرِيُرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعِنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعِ فَإِطْعَامُ الْسِتِينَ مِسْكِينَا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُهُ كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ عزيز الطالب ممكن تقرأها مرة وثنتين وثلاثة ثم تتعرف على معاني المفردات قبل أن نبدأ بمعاني المفردات نتعرف قليلا على سبب نزول هذه السورة أو مقدمة هذه السورة علمي عبد الله بن سلام عن خويلة يقال خويلة ويقال خولة بنت ثعلبة فخويلة تصير لكلمة خولة خويلة بنت ثعلبة رضي الله عنها قالت فيّ والله وفي أوس ابن الصامت ابن عمها وفي أوس ابن الصامت أنزل الله صدر سورة المجادلة قالت كنت عنده يعني زوجة وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه قالت فدخل علي يوما فراجعته بشيء فغضب فقال أنت عليك ظهر أمي إذن حرمها على نفسه طبعا هذا كان يمينا في الجاهلية مجرد أن يقول الإنسان للزوجة أنت عليك ظهر أمي فقد حرمت عليه ليست مطلقة فتذهفت الزوج غيره وليست زوجة لكن لا يقربها بتاتا بعد أن يقول أو يحلف هذا اليمين الذي كان في الجاهلية ثم خرجت طبعا هنا أنا استصرت ما في داعي للتفاصيل قال لها أنت عليك ظهر أمي وخرج هو من البيت ثم عاد في الليل وحاول أن ينام معها فأبت عليه ثم خرجت رضي الله عنها ثم خرجت حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست بين يديه فذكرت له ما لقيت منه يعني شكته وشكت أخلاق ولد عمه زوجة وجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقه قالت فجعل رسول صلى الله عليه وسلم يقول يا خويلة ابن عمك شيخ كبير فاتق الله فيه قالت فوالله ما بارحت حتى نزل في القرآن فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتغشاه يعني نزل عليه الوحي ثم سري عنه فقال لي يا خويلة قد أنزل الله فيك وفي صاحبك يعني مقدمة هذه السورة كما ذكرت رضي الله عنها من أراد أن يتوسع بذلك أنا ذكرت ذلك باختصار فلنرجع إلى تفسير ابن كثير الجزء الثامن صباح خمسة وثلاثين ويطلع على تفصيل هذه القصة أو هذا سبب النزول طيب نتعرف على معاني المفردات يقول الله تبارك وتعالى قد سمع الله قولة التي تجادلك ما معنى تجادلك أيها عزيز طالب تحاورك نعم تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما عيشة رضي الله عنها تروي فتقول طبعا هي كانت خولة جالسة مع النبي صلى الله عليه وسلم في زاوية الحجرة وعيشة جالسة في الركن الثاني والحجرة صغيرة فتقول عيشة والله إني لأسمع بعض كلامها ما تسمع كل كلامها لكن الله سمع كل كلامها رضي الله عنها والله يسمع تحاوركما إن الله سميعا بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم يعني قال للزوجة أنت عليك ظهر أمي ما هن أمهاتهم ما ممكن تصير هذه الزوجة أم إن أمهاتهم لله ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ما معنى وزورا نعم يلا نعم كذبا وإن الله لعفوا غفور والذين يظاهرون من نسائهم بعد نزول هذه الآيات لو قال رجل لزوجته أنت عليك ظاهر أمي صار يمين ظهار ما هي كفارة اليمين انتبه إلى ذلك والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعدون لما قالوا بعد نزول هذه الآيات فتحرير رقبة يعتق رقبة تماما من قبل أن يتمسى ما معنى يتمسى نعم من قبل أن يعاشرها يعني يناموا معها ذلكم تعاضون به والله بما تعملون خبير طيب فمن لم يجد ما وجد عبدا أو أما يعتقها فصيام شهرين ستين يوما فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمسى قبل أن ينام معها وقبل أن يعاشرها طيب فمن لم يستطع وهذا كان حال أوس ابن الصامد ما يستطيع شيخ كبير فإطعام ستين مسكين اطعام ستين مسكين طبعا كمان ما فقير نعم ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله والكافرين عذاب أليم طبعا فإطعام ستين مسكين النبي صلى الله عليه وسلم قدم له وسقين من تمر وأنفقهم على طلب منه أن ينفقه على فقراء المدينة فقال يا رسول الله على بيت أفقر من بيتي فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجزه وقال أطعمه لعيالك هذه حالة خاصة بالنسبة لأوس إن الذين يحادون ما معنى يحادون نعم يخالفون الله أحكام الله وأحكام الرسول صلى الله عليه وسلم أو يعادونهم كذلك كبتوا ما معنى كبتوا أذلوا وأهينوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله يوم القيامة جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ما معنى أحصاه الله نعم أحاط به علما ونسوههم والله على كل شيء شهيد حاول عزيز الطالب أن تتعرف تتذكر معاني المفردات أمامك وحاول يعني تجادلك ما معنىها وزور يتمسى يحادون كبتوا أحصاه الله ثم حاول أن تتلو الآيات مرات عدة من المصحف أو إن استلمت الكتاب من الكتاب بإذن الله تعالى اقرأها ثلاث مرات بداية ثم ابدأ بحفظ الآية الأولى تماما وحفظ الآية الأولى سهل جدا إن شاء الله تعالى نكررها مرة وثنتين وثلاثة تماما خمس مرات أقصى حد تكون قد حفظ الآية نبدأ بها سطرا سطرا أو نصف سطر ثم نصف سطر وهكذا سطرا سطرا أسهل لو قرأت السطر أول خمس مرات تحفظها تماما تنتقل السطر الثاني وهكذا حتى تنتهي الآية الأولى ثم تنتقل الآية الثانية وهكذا عزيز الطالب ثم ابدأ بالكتابة بداية حاول أن تقرأ وتكمل قد سمع الله كمل تماما ثم بعد ذلك حاول أن تكمل الفراغات غيبا ثم امشك ورقة وقلم وأكتب الآيات التي حفظها حفظ الآية الأولى تماما اكتبها لتثبت الكتابة تثبت الحفظ تماما عزيز الطالب وبهذا نكون قد انتهينا من الحصة الأولى من حفظ الآيات الآية رقم 1 إلى الآية رقم 6 من سورة المجادلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر وبركاته